يقال إن معلما صفع أحد التلاميذ بقوة قائلا له لماذا لم تكتب الدرس فأجابه التلميذ بهدوء أستاذي لم أقتنع بما قرأت قال الأستاذ ولماذا لم تقتنع أجاب التلميذ أستاذي الكتاب يقول بلدي بلد غني ولكن بيتنا من طين ولباسي ومحفظتي وكل أدواتي المدرسية وحتى كتبي من الجمعية الخيرية والكتاب يقول بلدي بلد النفط والغاز ولكنه ليس لدينا غاز نطبخ عليه ولا نفط ولا تزال أمي تطبخ على الحطب والكتاب يقول بلدي بلد الخيرات ولكني لم أرى الخير آت بل سافر مبتعدا في جيوب الآخرين والكتاب يقول بلدي مهد البطولات والحضارات وسؤال في نفسي يجول لماذا يبقى بلدي بالمهدي وغيره يكبر ويتقدم وكذلك الكتاب يقول أبناء وطني متساوونة في الحقوق والواجبات لكني لم أخذ حق كإنسان أو كمواطن من مواطني هذا البلد وهذا هو درس بلدي الذي لم أقتنع به ولم أستطع كتابة الواجب بسبب هذا رباط استيقافنا أنا عاشق حتى لي قمامة بلدي وذائب في حب هذا الوطن ولكن وطني ذائب في جيوب الفاسدين والقتل فهل نحن مقتنعون بما يقدمه لنا الوطن مقابل ما نضحي ونموت من أجله مع السلامة